وهذه قاعدة حطوها أمام عينيكم أي رجيم لا يتناغم مع وضع النفسي والصحي والاجتماعي والسلوكي والاقتصادي ويصبح نظام حياة فهو نظام فاشل ولو بعد حين بداية الرجيمات بشكل عام تتطفق بغض النظر عن مسمياتها على التقليل من السعرات الحرارية أو قمية الطاقة المستهلكة اللي احنا بناخدها لأنه إذا أنا بحتاج 2000 سعر حراري أخذت أجل راح وزني ينقص أخذت أكتر راح وزني يزيد والأهم من السعرات الحرارية هو ما هي الأكل اللي أنا بأكله أو نوعية الطعام اللي أنا بأكله رجيم الكيتوجينك هو رجيم من عشرات الرجيمات المنتشرة حول العالم بأسماء مختلفة ربما الكيتوجينك هو في فلسفته مختلف عن الأنظمة الأخرى ويمكن هو أقرب لنظام آتكنز وهو نظام اللي بيعتمد على البروتينات وإن كان برضو في اختلاف بين التنين النظام الكيتوجينك هو بالأصل نظام غزائي كان متبع سابقا لبعض الأمراض منها مرض الصرع في بداية القرن الماضي وكان أدى نتائج كتير منيحة أنه يبعدوا مريض الصرع عن تناول السكريات ويميل بتناول الدهون الصحية أو الدهون الغير مشبعة بجانب البروتينات بعد هيك تطورت الفكرة إلى أن أصبح هو عبارة عن نظام رجيم نتيجة أنه لقوا أنه هذا النظام بساعد في إنقاص الوزن وبدأوا بعض الأطباء أن يتبنوا هذه الفكرة وبدأوا يطوروها لعند ما إحنا اللي شايفينه الآن أول شيء قبل ما نحكي عن أي نظام رجيم بالنسبة لنا بنسأل بعض الأسئلة وهذه الأسئلة إذا أنت كشخص تعاني من السمنة حابب تضعف اسأل هذه الأسئلة قبل ما تقرأ أي نظام أو أي رجيم اسأل حالك هاي الأسئلة هل هذا الرجيم اللي أنا بدي أتبعه وهنا يا جماعة لما أنا بحكي رجيم أقصد فيه نظام رجيم مش إنه أنا فكرة الحرمان اللي إحنا متعودين عليها الآن لما أنا بدي أتبع نظام الرجيم هل هذا النظام اللي أنا بدي أقرأه هل يتناسب مع وضعي ولا لا وهنا إيش المقصود بوضعي وضعي الصحي والنفسي والاقتصادي كمان بلعب دور والوضع الاجتماعي بجانب هل والسؤال اللي أهم هل أنا بقدر أتعايش مع طول الحياة طول العمر يعني إذا هذا النظام لا أستطيع إنه أنا أطبقه طول العمر فهو النظام فاشل مهما طال يعني أنا شهر شهرين بعدك ممكن يحدث الانهيار ويرجع وزني أكثر من الأول وصير عندي مشاكل صحية وهذه قاعدة حطوها قاعدة حطوها أمام عينيكو أي رجيم لا يتناغم مع وضعي النفسي والصحي والاجتماعي والسلوكي والاقتصادي ويصبح نظام حياة فهو نظام فاشل ولو بعد حين حتى لو أنا مشيت عليه سنة وما انتهجته نظام حياة راح يفشل ليش الآن لو أنا بدي أتبع نظام معين أنا بأيش في أسرة وهل أنا هقدر أعيش أعمل نظام الأكل هذا لحالي طول العمر إذا أنا بأقدر أمشي فيه طول العمر وعند القدرة مش أضحك حالي وأبدأ أكابر عند القدرة أنه أنا بالفعل أتعايش معه ما فيه مشكلة طيب لو أنا انصدمت مع أو حدثت تصادم مع الوسط المحيط اللي هو الأسرة هل أنا هقدر أخليهم يتناغموا مع النظام تابعي إذا كانت الإجابة نعم واقتنعوا فيه ما فيه مشكلة على الأقل بتكون الأسرة بتمشي على نفس النظام لكن إذا أنا بدي أمشي عن نظام وأسرة تبقى تمشي عن نظام أنا بدي أعمل أكل هم يعملوا أكل معناته هنا هتيجي لحظة الاستضام يا إما هما هيمشوا معاي وهذا صعب إذا هما مش مقتنعين أو أنا هرجع أكل زيهم وهنا يعني كأن ما عملنا والمثل بقول يا بو زيت كأنك ما غزيت تمام كمان أنا هل أنه أنا عنده القدرة أنه أنا واجه المجتمع بالنظام تابعي وأقدر أنه أنا أقول لا 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 أمام المجتمع ولا سيحدث الانهيار برضو في يوم من الأيام هذه أسئلة طب هل هذا النظام الرجيم هل وي يتناسب مع وضع الصحي هل يتناسب مع وضع الاقتصادي كمان هل النظام مكلف أنه أنا ما بقدر أمشي عليه شهر شهرين بعدك هيصير بده ميزانية لحالها هذه الأسئلة لازم أنتوا تطرحوها قبل ما تخوضوا أي نظام رجيم أو حتى أنه إحنا نبدأ نطبقه لأنه مش صح أنه أنا أعمل رجيم وأسيب وأعمل وأسيب وكل شوية أعمل رجيم مشكلة لأنه راح تكون ردة فعل سلبية على الجسم واللي إحنا بنسميه فيه ما بعد ثبات الوزن أو أنه يتحول الجسم إلى جسم عنيد لأنه يا جماعة ما تتعاملوا مع السامك وعلى إنها روموت كنترول أنه أنا وقت ما بدي أغير بغير لا الجسم له ردات فعل ممكن تكون سلبية بعض الأحيان بعمل حالة من الاستنفار وتعامل دائما مع كل عضو من أعضاء جسمك على إنه كائن منفصل بمعنى بالدراعي مشاعره أشوف إيش احتياجاته القلب إيش احتياجاته الكلا إيش احتياجاته الكبد إيش احتياجاته الجهاز الهضم إيش احتياجاته الجلد إيش احتياجاته وما أتعامل مع الجسم بجلافة أو بردة فعل سلبية ممكن تعود علي بالضرب فنرجع تاني هذه الفكرة الأساسية نحن بنطفق عليها نيجي لنظام الكيتوجينيك باختصار نظام الكيتوجينيك قلنا هو كان لأمراض معينة سواء مريض السكر أو الصراع بعدك بدأ يتطور لعندما وصل لصار نظام روجينيك الكيتوجينيك بيقول لك إنه بدنا إحنا ناخد من 70 إلى 75% من أكلنا دهون تمام من 20 إلى 25% بدنا نعتمد على البروتينات و 5% فقط بدنا ناخد الكربوهايدريت إيش يعني؟ يعني هو نظام يعتمد على الدهون بشكل أساسي رقم واحد البروتين رقم اثنين وفي المؤخرة أو في الأسفل هو الكرب أو الكربوهايدريت الفكرة تبعت النظام كالتالي أول شيء تعالوا نشوف إحنا جسمنا كيف بشكل اعتيادي إيش اللي بيصير فيه وبعد هيك إيش فكرة اللي هو الكيتوجينيك الآن لما أنا بأكل مثلا سكريات ودهون والنظام اللي إحنا عارفينه الجسم بدخل الأكل إذا كان الأكل يحتوي على كربوهايدريت طبعا هيتحول لسكر بسيط جلوكوز وفراكتوز وآخره اللي هو اللي هيدينا الطاقة هينفرز الإنسولين ويتبدأ تدخل الجلوكوز للخلايا عشان يتحول لطاقة الآن الفائض من السكر إذا أنا ما قدرت أحرق كل السكر اللي أنا تناولته راح يتم تخزينه على شكل دهون تمام الآن هذا باختصار جزء طبعا منه راح يتحول لجلايكوجين وجلايكوجين هي كمية محددة راح تاخدها الكبد والعضلات والباقي راح تحول دهون فأجا فكرة الكيتوجينيك جاءت لك طيب أنا بدي ألغي الكربوهايدريت يعني بشكل كبير جدا ليش أنا بدي أخلي الجسم يحرق الدهون كيف؟ أنا ما بدي أخلي مصدر الطاقة يكون عند الكربوهايدريت أنا بدي أخليه مصدر الدهون الآن كل جرام من الكربوهايدريت هيدينا 4 كيلو كالوري 4 سعور حراري بينما كل جرام من الدهون بده 9 سعور حراري فكانت الفكرة أنه أنا بدي أخلي الدهون هي اللي تكون مصدر الطاقة مش السكريات فالآن أنا بدي ألغي السكر تقريبا شبه معدوم وبيدي أتناول دهون بكميات كبيرة تصل لـ 70% من الاحتياج السعورات الحالية تبعتي وهنا الدهون اللي هي عبارة عن إيش؟ اللي هو الزبد البلدي والدهون الموجودة في البيض الموجودة في المكسرات إلى آخرين الآن لما أنا بتناول لما أنا ما يكون فيه عندي سكريات الآن البنكرياسي بيفرز إنسولين طبعا سواء أنا أكلت ولا ما أكلت فيه إفراز ولكن تختلف كمية الأنسولين لأن لما أنا أكل يكون فيه سكريات هيبدأ البنكرياسي يفرز أنسولين بشكل يعني هيك مرتفع الآن لو أنا أخدت سكريات أكتر من احتياجي راح الأنسولين يقفز قفزات لفوق تمام وهذا إحنا ضده إحنا دائما مع عملية التوازن لأن لما أنا أكل ما يكون فيه سكر أو يكون نسبة السكر محددة أقل من 5% هللاقي إنه نسبة الأنسولين تقريبا إفرازها متساوي يعني أو ماشي تقريبا بخط مستقيم فلما يكون إفراز الأنسولين بكميات بسيطة هيك مش راح يكون عندي تخزين للدهون هذا واحد تاني شيء لما يكون ما فيه كربوهايدريت في جسمي هيبدأ الجسم ياخد الدهون يحولها للكيتو الأجسام الكيتونية لها تكون مصدر الطاقة سواء للدماغ أو لكل الجسم وهيك أنا بكون بحرق الدهون واستهلاك الطاقة تبعتها تكون للدهون فأنا بضعف وبيكون وضعي منيح هذه الفكرة ببساطة طب ما هي المآخذ أو خلنا الإيجابيات تبعت الكيتو آه أنه أنا بضعف كويس آه منيح هذا واحد اتنين كويسة مريض السكر بالذات من النوع الثاني مش من النوع الأول من النوع الثاني تلاقي إنه السكر عنده بدأ ينتظم ومية المية الشيء الثالث إنه هيديني نتائج منيحة طيب تعالوا نشوف السلبيات تبعته أول شيء أول سؤال هل أنا هقدر أتعايش مع نظام الكيتو جينك مدى الحياة ولا لا لأن هنا في مشكلة إذا أنا مشيت شهر ولا شهرين ولا ثلاثة ولا أربعة على نظام الكيتو تركته هرجع أسوأ مما كنت عليه هذا واحد طيب الشيء الثاني إذن هل أنا هقدر أتعايش معنا ولا لا الشيء الثاني هل الوضع الاقتصادي يسمح إنه أنا أشر كم الكبير من المواد الدهنية هذا أو الزبدة أو الآخره أو لبروتينات طيب رقم ثلاثة لو أنا استمرت على هذا النظام لفترات طويلة أول شيء الاستمرار على هذا النظام لفترات طويلة والاعتماد على الدهون وبعض الأحيان أنت مش هتقدر يعني دائما توفر دهون صحية هتخرب الدهون صحية على دهون مشبعة فهيصير في عندك راح يصير عندك دهون وممكن يسبب لك مشاكل صحية على القلب وعلى بقية الأضاء الشيء الثاني تناول البروتين بكميات كبيرة أيضا لأنه إحنا الجسم يحتاج 15% بروتين لما نتناول 20 و25 مع مرور الوقت راح يصير عندك الكيلة راح تتعب وراح يصير عندك إيش مشاكل أو ارتفاع نسبة اليوريك أسد في الدم وحموضة الدم وتدخل في مشاكل مشاكل في العظم والنقرص ومشاكل كثيرة تمام الشيء الخامس أنه عدم تناول السكريات أو الكربوهيدريت أنك ما تاخد الحد المطلوب لإلك راح تجع في مشكلة أنه لو بعد هيك رجعت وأخذ كربوهيدريت قلنا راح يصير عندك مشكلة في إفراز الأنسولين وربما يكون تركك وعدم عمل البنكرياسي فترات طويلة بشكل طبيعي ممكن يكون يعرضك للإصابة بمرض السكر ليش؟ الإنسان الطبيعي جماعة بيحتاج 55% كربوهيدريت تمام؟ حتى لو كنت بتعمل نظام رجيم أنت تحتاج 55% كربوهيدريت تحتاج 15% بروتين و30% دهون كمام؟ اليوم أنا لما يكون احتياجي 55% كربوهيدريت أوصله لـ 5% ويكون احتياجي من الدهون 30% أوصله لـ 70% ويكون احتياجي 15% أوصله لـ 25% معناته أنا كل عمليات الأيد في الجسم تخربطت تمام؟ وبدأ الجسم يتعود على أنه ياخذ الطاقة من الدهون أن إحنا قلنا بدأك تعيش الفترات طويلة راح تدفع التمن ما في مجال لأنه أنت شغلت ضد اللي هو عمليات الأيد في جسم الإنسان لكن إذا أنت كنت حالة مرضية مثلا كمريض سكر من نوع الثاني وحابب تمشي عن نظام رأيك ما في مشكلة أنت محتاج أنك تمشي على هذا الشيء وبرضو ولكن ليس بهذه القصوة لأنه وإن لجسديك عليك حق يعني أنه أنا أقول يعني أنتوا تخيلوا في الكيتو كل الفواكه ممنوعة اللي أعتقد نوع أو نوعين الفراولة ونوع تاني أعتقد كل أنواع يعني الخضار اللي بتحتوى على كربوهيدريت ممنوعة والركز على الخضار الورقية وهتلاقي حالك حقيقة في حالة من الحرمان الصعب أنه الإنسان يتعايش معاه لذلك من البداية أنه هذا النظام لا أستطيع أن أتعايش معاه راح في لحظة من اللحظات أتركه زي ما كتير من الناس بيجوا بقولوا أنه إحنا مشينا شهر شهرين بس ما قدرنا أنه إحنا نستمر عليه لذلك ممكن إحنا نمشي عليه فترة مؤقتة وبعد هيك نتركه تدريجيا ولكن حتى ما بنفعش نتركه فجأة لأنه راح يصير عندي ردة فعل ليش زي ما قلت لكم أنا عودت الجسم على شيء وبعدك فجأة أنتقل لموضوع تاني راح يصير عندي تشوك وراح يصير عندي ممكن يصير عندي خلال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر